المغرب العربي في عهد ترامب مساء الخير سيدتي هل تسمعينني نعم أنا أسمعك هل سمعت السؤال هل تسمعينني سيدتي ربما أعيد عليك السؤال من جديد أستاذ محمد نعم لأسمحتي سيدتي أمام هذا المنعرج الذي تشهده واشنطن برأيك هل سيكون هناك اهتمام أمريكي متزايد بالمغرب العربي في عهد ترامب أعتقد بأن آراء الشارع العربي بشكل عام وإن أبانت عن تخوف كبير من صعودي دونالد ترامب المواطن العربي البسيط لا يتفاعل إلا مع ما سمعه من آراء لمرشح الحزب الجمهوري الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية التي سمعها إبان الانتخابات بأن الحملة الانتخابية والتي عبرت عن نوع كبير من العداء لكافة القضايا التي تمسوا الشارع العربي هذا التخوف لدى الشارع العربي العادي لدى المواطن العربي البسيط يقابله لدى المتخصصين ولدى الساس العرب بشكل عام نوع من الإحساس بالضبابية تجاه مواقف الرئيس دونالد ترامب من القضايا التي تمسوا العرب بشكل خاص وقضايا التي تمسوا السلمة والأمنة بشكل عام في العالم فالمواقف التي عبر عنها إبان الحملة الانتخابية وإن كانت في بعض الأحيان هي لصيقة بالسياق الذي تدور فيه الحملة الانتخابية يعني نوع من المزايدات ومن اللعب على المشاعر الناخبين ومن الشعبوية فإنها بشكل عام عبرت عن تخوف وعن ضبابية من المواقف التي سينهجها دونالد ترامب حال صعوده وحال توليه الرئاسة بشكل فعلي ابتداء من الغد فمواقفه من القضية الفلسطينية مثلا والتي تعتبر القضية المحورية لدى الشعوب العربية نعم سيدي طيب أعذرني أن تقل الآن إلى سيد موندر ثابت سيد موندر يعني بالنسبة لتونس كيف ترى أفاق الشراكة في مجال التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وبطبيعة الحال مكافحة الإرهاب أيضا أولا في البداية أود أن ألفت الانتباه إلى مسألة أن الرئيس الأمريكي له دور مؤثر في رسم السياسات العامة والسياسات الخارجية لو لم يكن ذلك لما تم اغتيال جون فيت جيرالد كينيدي إذن هذه القراءة أعتقد أنها سطحية المعطى الثاني ملاحظة ثانية منهجية أن دونالد ترامب له إحداثيات وضعها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية أولا بناء أو إعادة بناء القوى الأمريكية ثانيا المنافسة مع الصين والحد من النزيف في المستوى التجاري والاقتصادي ثالثا مواجهة الإرهاب وملاحقة الإسلام السياسي ثالثا أو رابعا تهميش دور الناتو وإعادة تحديد حلف الناتو في علاقة بالاستحقاق المالي وما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية على حساب دافع الضرائب في علاقة بالمنطقة العربية النقاط واضحة بنسبة لخرط طريق دونالد ترامب النقطة الأولى في علاقة بإسرائيل الرجل كان أكثر من واضح والمكلفة بوكالة مندوبية الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن أعلنت منذ أيام بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم نقل السفارة إلى القدس من تل أبيب إلى القدس في علاقة بتونس الساحة منقسمة ساحة منقسمة إلى معسكرين معسكر يتبع الإدارة الديمقراطية لأوباما والربيع العربي وشبكات جورس روس وثريدوم هاوس وبالتالي هذه الشبكة وهذا المعسكر يعتبر أن ما حصل الثورة دونالد ترامب في رده وفي سياغته لموقفه يعتبر أن لا تدخل لتغيير أنظمة الحكم في أي بلد من البلدان وبناء على ذلك حالة من الترقب في علاقة بالموقف النهائي من الإسلام السياسي بعض التسريبات من محيط الرئيس المنتخب دونالد ترامب تقول بأن هناك استهداف للكويت تونس والمغرب حكومة بن كيران إذن إيجاد لائحة من التنظيمات التي قد تكون ساهمت في اجتماع السودان سنة 1994 والتي يتهمها ترامب بالظلوع في تمويل وتغذية وإيجاد الغتاء الإيديولوجي والسياسي للإرهاب هذا أمر يعني يمثل مجال سيراء محتدم داخل الساحة السياسية طيب أستاذ موندر التونسية الجبهة الثانية دعني أنتقل من جديد إلى أستاذ محمد أفضل يعني أستاذ محمد واشنطن دوما ما تؤكد على رغبة ملحة في تطوير أشكال تعاون الأمني لمكافحة الإرهاب ما هي برأيك التحولات المنتظرة في المرحلة المقبلة وبعجالة من فضلك سيدتي قبل أن نتحدث عن ترامب نتحدث عن انخراط مغربي ملتزم وقوي في محاربة الإرهاب وفي التنسيق الأمني سواء مع الدول الأوروبية ومع أمريكا المغرب له تجربة طويلة الأمد في محاربة الإرهاب وفي وراكم تجربة ميدانية في تفكيك الخلايا منذ بدايتها وتبنى استراتيجية استباقية لمواجهة الإرهاب أظن أن هذا خيارا استراتيجيا مغربيا والرئيس دولارد ترامب سيستفيد لمحالة من تجربة المغربية في هذا المجال خاصة وأن المنطقة تعرف تصاعدا للمد الإرهابي والمد المتطرفي في المنطقة المغربية ودول الساحل إذن أعتقد بأن المغرب يراهن كذلك على تعاون كبير من إدارة ترامب للدفع بهذا المسلسل مسلسل محاربة الإرهاب والتحقيق الأمني إلى أبعد الحدود ولكن أشكركم شكرا جزيلا أنا سيد محمد العربان أستاذ القانون والعلاقات العامة ومن تونس السيد منذر ثابت المحلل السياسي شكرا جزيلا لكم شاهدين الكرام لأول مرة ترامب لم يستقل لطائرة البوينج الشخصية المتوقفة في مطار لاغوارديا للانتقال إلى واشنطن عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة كيف هو المشهد الآن يا مروان باسل 20 مليون شخص على موقع تويتر يتابعون كل حركات وتحركات دونالد ترامب أما في لندن ومدريد فقد تسبب شعر الرئيس دونالد ترامب في مشكلة لصناع تمثيل الشمع نتابع رصد مراسل اليوم الأمين خطاري يبدو أن استقبال إسبانيا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان مختلفا أو هكذا أرادت هذه السيدة إصال رسالتها الاحتجاجية ترامب من الشمع بمعايير فنية أندلسية في قلب مدريد والأكثر صعوبة وتعقيدا كان محاكات شعر قاطن البيت الأبيض القادم من الأشياء التي تميز ترامب شعره هو طريقة تسريحته إضافة إلى ألوان الملفتة لهذا عملنا لوقت طويل على تصميم ألوان تمزج بين الأبيض والفضي وتناسب تسريحة الشعر وقد استعملنا شعرا طبيعيا لجعل التمثال يبدو بشكل أدق ومشابه لشخصيته وقد قضينا خمسة وستة ترجمة نانسي قنقر